اعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي اهلا ومرحبا بكم مع لقاءتنا المتجددة مع اللغة العربية ولقاءنا اليوم مع فرع القراءة ودرس جديد عن ابو الريحان البيروني هنحدد مخرجات التعلم ونتناول النص ونحلل هيا بنا درس اليوم هنأكد من خلاله على العلاقات بين الجمل ودي مهار احنا بنكتسبها نقدر نستنتج المعنى من السياق نستنتج لاتجاه الفكري للكاتب ونقدر نستخرج الفكرة الرئيسة من الفكرة الجزئية بداية هنتعرف على الدكتور عبدالحليم منتصر اللي تخرج في كلية العلوم بجامعة القاهرة عام 1931 ثم عمل معيدا بقسم النبات ثم حصل على درجة الماجستير عام 1933 ثم حصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم عام 1938 وشغل منصب عميد كلية العلوم ورئيس قسم النبات وكان مهتما بتعريب التعليم الجامعي ووضع معجم عربي علمي كون مع زملائه مجلة رسالة العلم في سنة 1924 ورأسها 42 عاما وكون جامعية خريج العلوم وأصبح أمينا للاتحاد العلمي كما عمل أيضا مديرا لجامعة الكويت منذ إنشائها درسنا اليوم بيتكلم عن عالم كبير من العلماء العرب المسلمين اسمه أبو الريحان البيروني بدأ الكاتب مقاله بذكر تقدير المستشرقين للعلماء العرب وتقديرهم لهم وخصوصا البيروني الذي استحق بلا شك أن يضع اسمه في أول قوائم أكابر العلماء ويبين الكاتب أن قل من المؤرخين الأجانب هي من أنصفت العلماء العرب أما الكثير منهم قد أعماهم الحقد والتعصب فنسوا فضل العرب ثم يذكر العامل التي أثرت في العرب ومنها أنهم نهلوا من الحضارات السابقة وأضافوا إليها ثم يوضح مكانة البيروني وأنه ثالث ثلاثة يفخر بهم العلم الثلاثة هم ابن سينة ابن الهيثم وكذلك البيروني ثم تحدث عن مولد البيروني ونشأته والبلاد التي زارها ومؤلفاته العديدة وشهادة المعاصرين له التي تبين فضله ومنزلته ومكانته بالنسبة للفنيات من خلال الدرس أولا بداية لابد أن نذكر العلاقات بين الجمل كناتج مهم من نواتج التعلم لنسترشد بها أثناء الإجابة هنلاقي التعليل ودي مهارة مستمرة معنا إن احنا ندرك علاقة التعليل بين الجمل وهي بتكون إن الجملة الثانية سببا في حدوث ما قبلها نلاحظها من خلال بعض الكلمات بسبب بأن فإنما فقد حيث إن مثال على ذلك صدر في الهند مجلدا يحوي عشرات البحوث وذلك احتفالا بذكراه ننتقل إلى مهارة ثانية معرفة علاقة النتيجة بين الجمل واللي هي بتكون الجملة الثانية نتيجة للجملة الأولى التي تسبقها وبعض الكلمات إحنا استرشدنا بيهم أكثر من مرة إن يكون في جواب طلب يكون في جواب شرط حتى ذائد فعل ماضي أو بعد التركيب الآتية مثل من ثم من هنا بناء عليه على هذا وهكذا مثال من الدرس نلاقي مثلا واتت كظروف طيبة ورد بعدها جعلت لها مركزا قياديا في العلم ننتقل إلى التوضيح أن تأتي الجملة لتوضح ما قبلها أي أن ما قبلها يكون غامض أو يكون مبهم وتكون الجملة الثانية للتوضيح والتعريف والتشبيه مثال على ذلك ذكر عبارة رسالة في الأبعاد ثم جاءت الجملة التالية لتوضح بقوله يتكلم فيها عن مساحة من الأرض الفكرة العامة للدرس هي اختصار الموضوع كله في جملة مفيدة مثل مكانة أبو الريحان البيروني هذه الفكرة العامة توجد فكرة عامة واحدة في الموضوع ويندرك تحتها فكرة رئيسة ولتحديد الفكرة العامة أو الفكرة العامة عليك أولا بتجميع الفكرة الرئيسة لكل فكرة ثم التعبير عنها بجملة واحدة أما الفكرة الرئيسة فهي اختصار للفكرة في جملة مفيدة مثل نظرة المستشرقين المنصفين للبيروني عوامل أثرت في نطق الحضارة الإسلامية ويمكن التوصل إليها من خلال الخطوات التالية ملاحظة الجملة الافتتاحية للفكرة ملاحظة الكلمات التي تتكرر في الفكرة سياغة جملة من الكلمات المكررة تعبر عن مضمون الفكرة أما الفكرة الجزئية فهي فكرة تعبر عن جزء محدد من الفكرة مثال تقدير العالم للبيروني وتتعدد الفكرة الجزئية في الدرس الواحد نتناول الآن جزء من درس البيروني يقول الكاتب البيروني هو أحد العلماء الكبار الذين يتميز بهم العصر الذهبي للحضارة العلمية العربية يقول عنه أحد المستشرقين إنه أكبر عقلي علمية في التاريخ وإنه من أضخم العقول التي ظهرت في العالم وإنه أعظم علماء عصره ومن أعظم العلماء في كل العصور ويقول مير هوف إن اسم البيروني أبرز اسم في موكب العلماء الكبار واسع الأفق الذين تزدان بهم الحضارة العلمية الإسلامية أما المستشرق الأمريكي أي روبوب قال في أي قائمة تحوي أسماء أكبر العلماء يجد أن يكون الاسم البيروني مكانه الرفيع ومن المستحيل أن يكتمل أي بحث في الرياضيات أو الفلك أو الجغرافيا أو التاريخ أو علم الإنسان أو علم المعادن دون الإقرار بمساهمة البيروني العظيمة في كل علم من تلك العلوم والحق أن قلة من المؤرخين الأجانب هي التي أنصفت العلماء العرب أما الأغلبية الساحقة فقد أعماها الحقد والتعصب فلم تعترف لهم بأي فضل وكما تقول الدكتورة سيجريد هونكا إنه من كل مئة كتاب يبحث في تاريخ العلم يوجد اثنان فقط يعترفان ببعض الفضل للعلماء العرب وفي الحق أن الأمة العربية قد واتتها ظروف طيبة جعلت لها مركزا قياديا في العلم أنصحك بإيقاف الفيديو والقراءة مرة واثنان ثم متابعة الإجابة معك السؤال الأول ما الفكرة التي تناولتها الفقرة الأولى هل تتحدث عن براعة البيروني في الشعر والأدب أم مكانة البيروني بين العلماء العرب أم عدم تقدير المستشرقين للبيروني أم أن البيروني أكبر عقلية علمية في الموسيقى بالطبع كل هذه الأفكار وردت في الموضوع ووردت في الدرس لذلك لا بد أن نعرف كيف نستخلص الفكرة التي تتناولها الفقرة إذا تأملنا بقراءة واعية نجد أن الفقرة كانت تتحدث عن مكانة البيروني بين العلماء العرب السؤال التالي يقول ما معنى كلمة تزدان؟ هل هي معناها تقبح؟ تزداد؟ تزدري؟ أم تجمل؟ الجملة في السياق بالطبع تعني تجمل حدد مما يلي علاقة عبارة جعلت لها مركزا قياديا في العلم بما قبلها هل هي نتيجة؟ أم تعليل؟ أم استدراك؟ أم تفصيل؟ بالفعل هي نتيجة توضح الإجابة الأدق هنا تكون هي علاقة نتيجة السؤال التالي يقول من القائل؟ إن اسم البيروني أبرز اسم في موكب العلماء الكبر هل هي سيجريد هونكا؟ أم أحد المستشرقين ولم يذكر اسمه؟ أم مايرهوف أم إيريوبوب؟ بالطبع مايرهوف هو صاحب هذه المقولة عن البيروني السؤال التالي يقول الذين أنصفوا العلماء العرب واعترفوا لهم ببعض الفضل هل قلة من المستشرقين؟ ولا معظم المستشرقين؟ ولا كل المؤرخين الأجانب؟ ولا علماء الهند القدامة؟ نعم قلة من المستشرقين السؤال التالي يقول حدد السبب الذي ذكر في الفقرة والذي جعل للعرب المكان القيادية هل الثراء والغنى المادي؟ ولا اطلاعها على الحضارات السابقة وترجمة العلوم؟ أم الفهلوة والقدرة على الخداع؟ أم الواسطة والمحسوبية؟ بالطبع الفقرة كانت تؤكد على اطلاعها على الحضارات السابقة وترجمة العلوم؟ ننتقل إلى تطبيق آخر من درس البيروني يقول الكاتب ويعتبر البيروني ثالث الثلاثة الذين يزدهي بهم العلم في كل عصر وآن سطعوا في سماء الحضارة العلمية وكان كل منهم هو الأعلى كعبا والأرسخ قدما في علمه وفنه أما الثلاثة فهم ابن سينة وابن الهيثم والبيروني وأما العصر الذي نشأوا فيه فهو الحقبة الممتدة من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن الخامس وهو أبو الريحان محمد بن أحمد الفلكي ولد بضاحية من ضواحي خوارزم سنة 362 هجريا زار العواصم العربية وعاش في الهند زمنا طويلا وتوفي في سنة 440 هجريا بعد أن عمر نحو ثمانين عاما حافلة بالبحث والتأليف والدراسة لم يقتصر على دراسة العلوم الطبيعية والرياضية والتأليف فيها ولكنه ألف في التاريخ والجغرافيا كما ألف في الفلك والرياضيات والمثلثات أنصحك بإيقاف الفيديو وقراءة الفقرة أكثر من مرة حتى نستطيع الإجابة على الأسئلة التالية ما الفكرة التي تناولتها الفقرة الثالثة؟ هل زيارة البيروني للهند أم العلم في الإسلام ديني فقط؟ أم أن العلم في الإسلام لتوفير قوة تقهر الآخرين؟ أو العلم بأحكام الدين وآدابه؟ بالطبع الكلام كان عن زيارة البيروني للهند السؤال التالي يقول ما معنى كلمة حافلة؟ هل معناها المستهزأ به؟ أم الساخر منه؟ أم أنها مليئة؟ أم المتمرد على؟ بالطبع الإجابة الصحيحة هي كلمة مليئة حدد مما يلي علاقة عبارة عنوانها القانون المسعودي في الهيئة والنجوم بما قبله؟ هل هذه العبارة كانت توضيح؟ أم نتيجة؟ أم تعليل؟ أم تأكيد؟ بالطبع هي كانت توضيح متى زار البيروني الهند وكم سنة قضاها فيها؟ لاختيارات العلم قاصر على العلم المادي فقط طبعا لا علاقة لهذا بما ذكر هذه مستبعدة في حدثته أربعون عاما العلم قاصر على العلم الكوني فقط العلم قاصر على العلوم السياسية فقط بالطبع العبارة ليس لا علاقة إلا أن البيروني زار الهند في حدثته أربعون عاما ننتقل إلى السؤال التالي يقول من العلوم التي ألف فيها البيروني الشعر والأدب التاريخ والجغرافيا العلوم الطبيعية والرياضية أم الثانية والثالثة الثانية يعني التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والرياضية بالفعل الثانية والثالثة علل كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة من خير المراجع لاستطلاع أخبار الشعوب الشرقية لانتقاء الأحداث الشيقة في الهند أم لروعة الأسلوب في العرض أم لاستقصاء حوادث الهند في إفادة أم لأنه قضى في تأليفه مدة طويلة نعم لاستقصاء حوادث الهند في إفادة أعزائي الطلاب إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم الجزء الأول عن درس أبو الريحان البيروني أنصحكم بالتطبيق المستمر دمتم في أمان الله ألقاكم على خير إن شاء الله